سامر سلمتني وثاق مهمة تتحدث عن فساد مرعب على عقد بقيمة تقريبا 575 مليار عراق بالكهرباء شنو هذا الملف دكتور هذا ملف تابع الى وزارة الكهرباء الموضوع مال تمشروع عادة بناء محطتي كهرباء بيجي واحد وبيجي اثنين الغازيتين هذا الملف بيشبهات فساد بقيمة 575 مليون دولار المبلغ الاجمالي اللي هم طالبين بهذا العقد من تعاقد مع شركة سيمس وروسكوم المصرية مليار وثلاثمية ومئتين مليار وثلاثمية وعشرين يورو طيب مليار وثلاثمية وعشرين الف يورو طيب هنا تم الفقرة الخامسة حتى لا نطول يعني الشرح الفقرة الخامسة رئيس مجلس الوزاري للطاقة المحترم في الفقرة الخامسة يقول انه هذه الظروف عام 2018 و2019 وظروف الاقتصادية وهذه الاتفاقية من لغط واتهامات وبوجود شبهات فساد كبيرة فيها الامر الذي ادى الى تدفل هيئة النزاه والدعال عام ولزمة النزاه البرلمانية وطلب اولياته ولأكثر من مرة اطلب من سيادتكم ايقاف هذه الاتفاقية وتنفيذ المشروع وفق المقترحات الاتية انطهم مقترحات غير هذه انه يتم تكلفة المشروع بثمانمية وخمسين مليون دولار مو بمليار وثلاثمية وعشرين ليكون الفرق به خمسمية وخمسة وسبعين مليون واعلان المفروع باسلوب البي سي وبعد هذه الامور كلها لكن هنا المشكلة دكتور انه هم متعاقين على اشكالة على 1600 طبعا بتاريخ 14-9 للمحطات سامر للمحطات المحطات متعاقين عليها بسنة 2000 العفو 14-9-2019 لعادة بناء محطتين كهرباء البيجي الغازية في صلاح الدين والمجمالي 1600 ميجا واط 1600 ميجا واط الميجا واط يعني سحنا هيا هيا شركة مصرية سحنا نحسب عليه على مصر مصرية عقدة قبل كم شهر بـ 15 ألف ميجا واط بـ 6 مليار يعني الميجا واط الوحدة بـ 400 ألف دولار مع سيمينز طبعا نعم نعم سيمينز سيمينز وشركة أورولوكس شركة سيمينز هناك جماعة يقول لك سيمينز متوقفة ما تشتغل طيب وهذا العقد مع سيمينز هذا العقد هذا موجود ومختوم ومعرف وصادر من مكتب رأسة الوزراء وموثق علي من مستشار رئيس الوزراء وتم اكتشاف هذا الموضوع في يوم طبعا هذه الوثاق مقدمة في يوم ستة وعشرين أربعة عالفين وعشرين لكن هو العقد عبرون عام 2019 شهر التاسع هناك مشكلة الدكتور شركة سيمينز تقوم بتجهيز محطات فانوية وشركة أوراسكوم تقوم بتنفيذ الأعمال للإنشاءات تمام ما احنا هناك الفقرات بالأخير اللي تم تعديلها يقول لك أنه نحن عندنا أساس موجود عندنا أساس وموجود عندنا هذان الأساسات معامل فيوم ثمونتتعين ستة وعشرين فانت ليش هسا تجي تريد تعيد الأساسات وسويني الكلف مال تغالية وسويني للمدة مالت ثمانية وعفينين شهر وهو المناسبة موجودة للأساسات والكلف مالت ثمونتعين ستة وعشرين قضية أخرى دكتور شوف هنا هذي المحطات اللي اللي ترنا هس احنا عندنا سبعين محطة تقريبا كهربائية تولدنا خمسطعش ألف ميجاوات مع العلم مصر خمسطعش ألف ميجاوات بثلاث محطات كبرى هناك السؤال اللي طبعا هو ذاكنا هنا للمستشار يقول ليش دائما احنا نسوي محطات صغيرة وبالتالي هذه المحطات الصغيرة لا نستفاد منها ولا راح نسوي منها باقة ونقل وتوزيع وغيرها هنا هذي سبعين محطة اللي هي تولد خمسطعش ألف ميجاوات لو انت سويها محطات كبيرة مثل ما مصر ثلاثة أو أربعة وخمسة هنا راح تقول الفائدة راح تقول المصاريف راح تقول الاتفاقيات راح تقول الكوميشينات لكن الجماعة ميقبلون حتى تصير سبعين كوميشين جميل بس الطين نهاية حتى أرجع لي ساد حسين العقد هذا اللي أبو الخمسمية وخمسة وسبعين مليون دولار العقد بين الكهرباء وأوروسكوم يعني هي المتورطة بي؟ العقد بين شركة وزارة الكهرباء ومع تحالف شركتي سيمنس الألمانية وأوروسكوم المصرية وزارة الكهرباء وشركة سيمنس وأوروسكوم المصرية جميل يعني الغلاف سيمنس بس الباطن شركة مصرية جو العباية على أساس هم مشتركين سيمنس تجهز محطات وأوروسكوم تعمل بالأعمال الإنشائية جميل راح أرجع لك لهذا الملف خطير سامر لأن خطير خطير ومهم أيضا بما أنه احنا في صيف ساخن وكهرباء ما عدنا أحنا في صفحة ومهم أيضا بما أنه أحنا في صفحة ومهم أيضا بما أنه 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 في صفحة